متابعة الفيزيوليوم السبع في كل مكان أهلا بكم وتخطية خاصة لاختيارات مستر كارلوس كيروش المدير الفني المنتخب الوطني اللي أعلن قبل لحظات قايمة المنتخب النهائية اللي هتشارك إن شاء الله في بطولة كاس العرب اللي هتتلاعب من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل إن شاء الله والقايمة كان فيها يعني مجموعة كبيرة جدا من المفاجآت أبرزها لو هنتكلم يعني يا مراد معنا طبعا زي مننا محمد مراد المسؤول عن تخطية أخبار اتحاد الكرة لو هنتكلم على أبرز المفاجآت طبعا هي استبعاد طريق حالة بص أحمد في البداية طبعا براحب بك وراحب بكل مشاهدي دي يوم السابع نقول حتى في الأول القايمة الـ 23 اللاعب اللي اختارهم كارلوس كيروش للبطولة كاس العرب اللي هتتلاعب من 30 حدواشر لغاية 12 زي ما أحمد قال القايمة جت يعني زي ما هنقولها دلوقتي محمد شنوي في حراس المرمى ومحمود جياد ومحمد صميديو تحت حراس مرمى آآ اقرم توفيق احمد فتلوح محمود حمد الوينش وايمان اشرف واحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود وحمد فتحي وعمر السلية ومهند لاشين وامام عشور وعمر كمال عب واحد واحمد رفعت ومحمد مجدي افشا ومصطفى فتحي واحمد سايز ديزو ومحمد شريف ومروان حمدي وقسامة فيصر وحسيم فيصر دول تتات وعشرين لعب وطبعا زي ما عارفين اللواحي احمد والقوانيم بتاع البطولة انها كلهم لعبها محليم ان البطولة الغد الوقتي مش بطولة مش مدرافة على دولة دولية فما فيش محترفين بيجوء او هيشاركوا في البطولة دي بس احنا كان عندنا ميزة احنا عندنا ميزة ان احنا قلنا ان الدور هيوقف علشان فتر المنتخب يلعب البطولة دي تبقى تحضيرية لبطولة تكسل امام ان شاء الله اللي هيكون في الكاميرون في شهر واحد والدور واقف وكل نجوم الدور متاحين عندك فلما نشوف اسامي مثلا خلينا نتكلم على ابرز المستبعدين في القايمة يعني احنا حصرناهم في مثلا قلنا تقريبا ست اسامي كبار مش موجودين اولهم طبعا طريق هامد ومع رمضان صبحي ومحمد ابو جبل واباما وعمر السعيد سن الشحات عبدالله السعيد ابراهيم عادل نضيف على اليوم في السناء الشحات مثلا في الاهل لو سناء الشحات اه هاطيقي وحمد عبدالله السعيد ابراهيم وريد ابراهيم اتفقيل ان هو قال ان العبيد بيراميدز عندهم مطش في الكومفدرالية فمش هناخده عندهم مطش يوم اربعة او خمسة ديسمبر فبالتالي فلس يعني مشاركتهم كان فيهم محاولات لغاية يعني انبارا اني بقى فيه محاولات ان مطش يوم خمسة ديسمبر ده اللقاء العود تحديدا للمطشهات بتاع الكومفدرالي دي تتأجل أو تترحل فبالتالي فريق برامد ونفس الأمر لعبت من قبل مصر أنهم يشاركوا في البطولة العربية ونفس الأمر برضو فيه فريق من المغرب أعتقد من قبل بركان برضو مشارك في الكونفتورية وعنده مطش فكان فيه محاولات من كبر الاتحاد المغربي تحديدا مش من كبر الاتحاد المصر ونحن هدين نتفرج للأسف على المغرب هتعمل إيه لكن لغاية النهاردة سبيرامدز قال أن والدي الكارتي ممكن يشارك عادي لو منتخب المغربي استبيعي ايه في القوين بصوا وليد الكارتي وناعرفه أنه هو كابتن منتخب المحليين في المغرب يعني منتخب المحليين في المغرب للمنتخبات الأسياة كاهمت وأيه هنا كامل ومهتمين بها آية كانوا بطل لعب دائما اه في البطولات المحليين مركزينهم في م αυτό المحليين بالدورة اللي فاتت مهتمين قوي بالمنتخب ده واللي المعلومة عندي أن وليد الكارتي هو كابتن منتخبゼ المغرب لكنه يعجبه بساسي بالنسبة فبالتالي هيبقى موجود وأعتقد ان هو ممكن لو المطش نتيجة للزهاب يعني خلصت بنتيجة كويسة للطارح برافنز أعتقد ان هو ممكن يوفق على انضمام وليد الكارت لا يلعبش مطش العودة اه ما يلعبش مطش العودة وينضم المتاحة بالمغرب في البطولة طبعا طب نروح بقى للسؤال المهم من دلوقتي ليه طارق حامد يعني دايما يعني باخر قايمتين للكيروش المطشين الاخرانيين فتاصفات كاس العالم والنهاردة هو بيعلن قايمة بطولة كاملة بطولة كاس العرب ما فهمش اسم طارق حامد يعني ده انت اكيد اللي قادرة يعني بص يا احمد هو كيروش الحاجة من طريقة اللعبه يعني هو من يعني ما بيحبسش قوي طريقة لعب طريقة حامده هو اللعب اللي هو اللعب اللي هو اللعب اللي هو العطيق قورة والديفندر الصرف كمية في المية بيحب هو مش عايز دستروير بس هو عايز كمان حد بيبنيه حد يستلم ويباسوا قدامه ويصنع حجمة اللي هو يعني الهاجات دي متوفرة للفترة اللي فق Away في عمر السورية متلاحة حتى عمد سورية من على نwicها لسيا عنده في المشفات اللي فات كلها نفس الأمر عنmbre في بعض الأحياننا بيلعبها وشفناها في مطش مطش ليبيا الأولاني ومطش ليبيا التاني وظهر منما كويس ومطش والله حتى في مطش ليبيا التاني اخروا لعبه على الدايرة يعني ما لعبش رقم عشرة عشان وحتى لما في مطش أنجورة الثاني تم عبدالله سعيد خرج للإصابة بين الشوتير لأنه كان هو اللي بدأ يلعب بحيثة أنه وصاني اللعب يستلم ويباصل وأعتقد أن السبب الرئيسي في استباعه حامد هو وجود أكثر من مديل جاهز مكانه اللي هو كتير روش بيعتمد عليهم أنا أشعر في أن إمام مثلا مفيد إمام طبعا يعني من العيبة اللي عندها للراجل موجب بها الحياة الفترة اللي فاتت نفس الأمر يعني طبعا عبدالله سعيد برضو من العيبة اللي بتنال سرقة كارلوس كدوش رغم بأن هو خرج في مطش أنجورة لكن هو خرج للإصابة وده اللي وضحوه بعد كده يعني فيه لعيبة كتير يا أحمد يعني طبعا أحمد حجازي ماشي عشان في هو طبعا بصها أبو جابل أحمد الشناوي طبعا يعني دول حاسبتين أو حاجزين مكان أساسي في المداخل لكن هو الراجل ويفضل أنه يدي يعني البطورة تبقى فرصة أنه مثلا ممكن يدفع بمحمد صوفي أو محمود جاد في البطورة من بدايتها لو وصلنا للأدوار النهائية أو هنلعمتش قوي مثلا دم مغرب أو الجزائر في حالة أنها هتأهل الجزائر معنا في المجموعة برضو بس معاها برضوك محترفين يعني يعني فيها أكثر من لعب مميز يعني في قضية بنجاح أعتقد هيبقى موجود في البطورة طبعا الدور القطر هيبقى متوقف عندهم لعبة محترفة في الدور السعودي برضو فيبقوا موجودين فده طبعا هيمثل قوة لمنتخب الجزائر عكس منتخب مصر أنت المحليين عندك لغا دلوقتي يعني كويسين لكن ما عندكش محترفين باستثناء أحمد حجازي ولغاية مبارح في خلاف هيشارك لا مش هيشارك لغاية المقايمة أهل قايمة علمت فخلاص أحمد حجازي ورنا انت فقدت العب يعني العب من العناصر الأسية بتاعتك فبالتالي خلاص فرصة آآ النواع يبقى موجود خلاص الموضوع خلصان عكس جزائر عكس منتخبات تانية هتبقى عندها لعبة اللي هم محترفين في الخليج وعندهم لعبة مميزة فدول هيدوا 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 أفضلية للمنتخبات بلادهم طبعا طب نروح بقى للعناصر الجديدة احنا عندنا فيه ست وجوه جديدة غير الوجوه اللي كانت جديدة في القائمة الأخيرة هنتكلم على أحمد رفعت فيوتشار محمد عبد المنهم فيوتشار عمر كاميرا عبد الواحد فيوتشار برضو مروان داود مدافع امبي قصامة فيصل بنك الاهل حسين فيصل سموه بص وأحمد رفعت وأمر كبال يعني أحمد رفعت تحديدا دا يعني كان لعيب منتخبات وهو صغير يعني كان نايمة مع منتخبات اه يعني لولا جسابات ولولا هو في امبيا حتى قبل ما يروح الزمالك لعيب من العناصر من العيبة المميزة جدا وللحمد الله ان هو رجع لمستوى وقدر يحفظ على مستوى سواء السنيناتي مع فيوتشار او سواء السنين اللي فاتت مع المصر وقبل كده مع الاتحاد سكنداري لعيب كويس جدا اه هو احمل في نفسه يعني على وطيرة كده صارح جمعة والناس دي نوع من اللعيبة الملعب مش مركز مية في المية في الملعب نفس الامر وعمر كمال برضو في قدة موسم الحياة الرائعة السنين اللي فاتت مع المصر ويستحق والسنين دي ماشي مع ماشي كويس جباب جن الحياة رائعة جدا في المرش اللي فات اه الباقي بقى محمد عبمين يعني محمد عبمين كان مدافع مدافع كويس وكان لعيب كويس وعنده خبرات كان موجود في سموحة وكان معارض من الاهل حالي في العيب كويس بروان داود وحسين مفيصل طبعا شنائل الزمالك السابق وحسين مفيصل كان ظهر مشروف باس مع الزمالك وكان الحقيقة اه مهاجم يعني بديل كويس جدا جدا لمهاجمين الزمالك والحقيقة يعني على ما تستفهم على سبب ان هو يمشي من نادي الزمالك نفس الامر حسين مفيصل لعيب مهاري وكانوا يشبهوه حتى في نادي الزمالك خليفة فرجاني ساسر فعلى ما تستفهم يعني حوالي ان يكون دول بالذات انت مشروفهم ليه يعني من العناصر الاسية اللي انت ممكن تقدر تستفيد منهم في الفترة الحالية خاصة ان انت عندك واقف وكيد كنت تستفيد منهم مروان داود لعب امبي من لعيبة للحقيقة للعيبة الكويسة ببورها لعيب ميز جدا وعتقد ان الجهاز الفني المنتخب الحقيقة من الحاجات الكويسة ان هما بيحضروا ماتشغات دا المنتظر كتلها بيتابعوا اللعيبة يعني بنشوفهم اه حتى ماتشغات ما فيهاش طرفين ولا اهلي ولا زمالك مارشل محلة وطلائع كانوا موجودين في مارشل محلة وطلائع فيوتشر واسترن برضو كانوا موجودين اه اه اتمنى ان هما لفترة الجاية يعني اتمنى عحمد ان هما يحضروا بعض ماتشغات للقسم التاني الحقيقة يعني بي اسمع ان في لعيبة من الدرجة دي اه في لعيبك وانت المفهود ببطولة دي انت تستغلها ان انت يعني لو طبعا يعني الناس اتعايز ايه تاني يعني اتسد ايه بردو احمد ياسين خلي بالك بردو احمد ياسين هو طبر جديد وماروان خمدي بردو هو طبر اسم جديد ماروان طبعا يعني كان موجود قبل كده نضم مع ايام كابتو بسان بادري ونضم قبل كده فمش جديد لكن احمد ياسين ده لسه تاني تجمعيه برضو فنحسومه من العناصر اللي هما اللاعبة الجديدة فطبعا اختيارات شايف انها اختيارات كويسة بتدي فرصة للعيبة اللاعبة طلعها جديد لسه يعني ان شاء الله يعني طب هل ممكن نشوف حد من الاسامي دي بيشارك بشكل اساسي او كبديل يعني دائم في ماتشاط المنتخب في قاس العرب يعني اعتقد بص انت حتيجة الكلام عن خلط الهجوم يعني عندك قسامة فيصل اعتقد ان هو ممكن بنسبة كبيرة جدا يبقى موجود يعني قسامة فيصل لعب لعيب مميز جدا حسين فيصل برضوك من اللاعبة اللي عناصر الكويسة وممكن برضوك لعيب مهاري وممكن يستفاد بيه في بعض النشاط ممكن يعني اعتقد ان الربع يعني عبده جره اه عبده جره اللي يعدم ان شاء الله قبل كهزي الامم جيدة عندك طبعا لعيبك بس زي ما شوفنا احمد ياسين حيشارك في ماتش الجابون الاخير على حساب احمد حجازي لما كان احمد حجازي حصل على انزار فبالتالي اكتروش فضل ان هو يغيره فدفع باحمد ياسين وشوفنا احمد ياسين في ماتش الجابون فعطاك انه ممكن تشوفها واحد زي احمد ياسين ده يبتدي به ماتشاط ماتشاط انه طبعا الراجل مش هتلاقي مثلا سبع ثمانية في التشكيل الجداد تلاقي اتنين او ثلاثة مثلا في كل ماتش وان شاء الله زي ما اعطاك عن التوفيق بصالح المنتخب والاهم البطولة دي مش ان انت راح تحقق على قبل اهم ان انت هتكتسب اسامة جديدة قبل هم افريقيا عندك هم افريقيا في شهر واحد وشهر اتنين طبعا لما تكتسب يعني شوفنا عمر مرموش حد دي كان يتوقع ان عمر مرموش مثلا يبقى موجود ويبقى ليه اسم ريسيقل كده والناس يسأل عليه ان هو يعني الاخصارة ده عمر مرموش يبقى بحس ان في حاجة كبيرة نقص هلسه كمان تريزيجي راجع وان شاء الله انه يبقى فيه يعني اخناقات على قيمة المنتخب بعد كده احنا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني دي كانت تغطية سريعة ليه قيمة المنتخب اللي هتشارك ان شاء الله في بطولة كاس العرب اللي هتكون من 30 نوفمبر لحد 18 ديسمبر المقبل وغالبا ان شاء الله يعني في يوم 18 ديسمبر هتكون قرعة حتى تصنيف الجولة التالية جولة الجولة الفاصل المؤهلة الكاس العالم وان شاء الله نعرف مانتخب مصر قابل من بإذن الله قوم بنلعب النهائي يوميها ونشوف كمان الورعي يومية نشكر حضراتكم على صيب المتابعة كان معكم احمد عسام ومحمد مراد من تلفزيون ليوم السيء شكرا